موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحية طيبة مشاهدين الكرام أهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيما يتعلق بالعراق وبإمكانكم أن تتواصلوا معنا عن طريق أرقامنا التي ستظهر أسفل الشاشة أمامكم بعد قليل الآن نذهب إلى فاصل قصير ومن بعده نعود ابقوا معنا نلفت عناية السادة المشاهدين الكرام إلى أن قناة الرافضين تبث على القمر توركسات 3A وفق التردد 12729 لذا يمكن لمشاهدين الكرام في الدول الأوروبية التقاط بالثرافضين على قمر توركسات المشاهدين الكرام تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحضر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد ولما يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحضر يرجى اتباع ما يلي تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة أهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام كما قلنا لكم في بداية الحلقة نعرض مجموعة من الملفات في هذه الحلقة تتعلق بشأن العراقي وهي مقاطع متداولة في مواقع التواصل الاجتماعي تم رصد جزء من ما هو منتشر الآن في هذه المنصات الإلكترونية لكن دعونا الآن نبدأ من أول موضوع لدينا مشاهدين الكرام وهو موضوع المعتقلين وأوضاع المعتقلين الصعبة داخل السجون الحكومية في العراق في شهادة لوالدة أحد المعتقلين في سجن التاجي أربعة أكدت والدة المعتقل انقطاع أخبار ابنها المعتقل عقب آخر زيارة لها في شهر شباط الماضي وفي كل مرة تحاول أن تزور ابنها يجري تأجيل الزيارة بشكل مستغرب تكرر هذا الموضوع بشكل مستمر وهناك أنباء وصلتها عن وفيات بالسجن نتيجة الأهمال الطبي فدعونا نستمع الآن إلى شهادتها السلام عليكم أنا ابني مزجون ابتاجي أربعة من 17-12 رحت لآخر مرة شفت بيها لحد الآن أربعة شهر صار لي أنا ما شايد كل ما أروح يعني أنا ولا شهر انقطعت أروح يقلولي ابنتش أكون مشاجرة صايرة ويعني اللي ابنها محجور قلولها ابنش محجور والابنها متعور قلولها ابنش متعور أنا ابني مون ياهم ليش مدى يتقلولي ابني مدى يطلع على الحاسب همحجور ولدي يطلع مثل مرحلية الغير مكان أنا يعني أروح كل شهر يخلوني أنتظر وبعدين يقلولي ابنش ما موجود مو بيقلولي ابنش موجود آخر مرة قلت لها خالق شو أنتو يوم موجود يوم ما موجود ميت ابني قلولي جريح ابني قلولي محجور قلولي ليش الأمهاك اللي لويتها محجورة والبي ولدها يتقلولها شنو ما وضعب قال لي خالق في الثاني خلي يشفوا ياي راح أدق عليهم دق على الولد دق على التاجة أربعة وفتحني المايك قال هون تاجة أربعة السجين فلان موجود يومكم قالوا له هذا ما موجود صار لهواي صار له أشهر منه ما موجود عدن زيناني هنا أنا وفتح دياني إذا هو ما موجود ابني صار لهواي صار له أربعة شهر خلونا نشوف بعض من التعليقات اللي وردت بشأن هذا الموضوع في فيسبوك جهاد العالي يقول مع الأسف هذا حال البلد الله يكون بعونك ويصبرك حسبي الله نعمة الوكيل على كل ظالم علي يقول حجية أخذيها مني نص سجناء التاجي جاي ينضربون بمرض السل الله يشفينا شرة ويشاف المرضى اللي يتمرض بسجن التاجي ما ينطون عنه نشد يعني أخبار ولا يقولون مريض حتى محد يتوسط ويدخلوا لعلاج لأن جوه ما ينطوهم علاج لحد ما يموت وسلموا العائلته وإن شاء الله ابنك مو من المرضى تعليق من حيدر الشمري يقول حسبنا الله ونعم الوكيل على كل ظالم الله يفرج عنه قدنا تعليق أيضا من فاقد يقول والله ابن عمي متوفي بالتاجي ثلاثة بالتاجي ثلاثة شهور ومحد قال لنا ودافني بمقبرة محمد سكران كانت هذه جزءا من التعليقات مشاهدين الكرام معنا تصال سيد علي من الموصل تفضلي علي وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله سيد علي ماذا أفهمك ماذا أسمعك بشكل واضح علي صوتك لو سمحت سيد علي صوتك مو واضح حاطت شيء على المايك تريد أن تضم صوتك لو هو أكو مشكلة بالاتصال سيد علي صوتك مواضح أرجو منك تعود الاتصال مرة ثانية شكرا لحضرتك دعونا نكمل المشاهدين ما لدينا من فقرات بشأن هذه الحلقة طبعا الآن ضمن المقاطع التي لدينا الآن مشاهدين الكرام ننتقل إلى محافظة المثنى حيث أقدم المتظاهرون الخريجون من المحاضرين غير المجانيين في مدينة السماوة بمحافظة المثنى أقدموا على طرد نائب من الإطار التنسيقي الموالي لإيران طردوه من موقع الاحتجاج في المحافظة ذكرت مصادر صحفية أن المتظاهرين والخريجين في مدينة السماوة أقدموا على طرد النائب في الإطار التنسيقي محمد الزياد من مكان تظاهراتهم في المحافظة بعد أن حاول الدخول إلى هذه المظاهرات وركوب موجة التظاهر لنشاهد محمد الزياد حقيقة أرغب بإعادة المقطع مرة أخرى حتى تشاهدون وتتأكدون من الحدث نعيد اللقطة مشاهدين الكرام ونعيد المقطع مع حضراتكم نتابع بعض التعليقات التي وردت بشأن هذا المقطع عندنا تعليق من جوزيف هاني يقول هذا النائب جاي يركب الموجة موجة التظاهرات باشر عقبة يقول لهم شوفوا أنا نصيركم والمدافع عنكم ويتسلق على أكتافهم مثل علاء الركابي ما تسلق على أكتاف ثوار تشرين حتى وصل للبرلمان للجكسارات الكوميشينات والإيفادات وتقاسم الكعكة تعليق من أبو زهورة العراقي يقول هاي أكبر دليل للسياسيين حتى يعرفون نفسهم مش قد الشعب ما يريدهم ولا يحبهم وذلك بسبب فشلهم وفسادهم وابتعادهم عن الشعب أدنا تعليق من المحامي محمود السعدي يقول تعرفون نفسكم ما مقبولين بالمجتمع على شنو تروحون السؤال يوجه إلى هؤلاء محمد الكعبي يقول بعد إيدي عمي منبوذين من الشعب أيب عليكم ما عدكم كرامة أيضا هو سؤال يطرح إلى هؤلاء الذين يحاولون تبني التظاهرات ركوب موجاتها بعضهم حصل على منافع بسبب دعم السلطة له مثل علاء الركابي وجماعته اللي دخلوا إلى البرلمان بالتوكتوك وخرجوا بالجكسارة ووقفوا بجانب الفاسدين والتقطوا الصور وقال بأن هذا الموضوع طبيعي وكأن الثمانمائة شهيد وأكثر وأكثر من ثلاثين ألف جريح بينهم خمسة ألاف معوق نتيجة القمع في ثورة تشرين هذه الدماء التي سالت وكأن ثمنها كرسي برلماني ضمن مجموعة من الفاسدين هذا ما يحاول الركابي وغير الركابي إيصاله إلى البعض بأن ثورة تشرين أفرزت هؤلاء بعد هذا العذاب وهذا الموت والتظاهر والقمع تفرز مجموعة من المتسلقين المنتفعين اللي وصلوا اليوم وجلسوا بجانب الفاسدين وما تغير شي بالعراق ننتقل الآن مشاهدين إلى موضوع آخر لدينا ضمن هذه الفقرات موضوع مهم للغاية يجب أن يعي المزارع العراقي وأن يعي المواطن العراقي أهمية الحفاظ على ثروات العراق الطبيعية وأهمية الحفاظ وحماية الزراعة العراقية حتى وإن كانت الحكومة فاسدة وفاشلة بأيدينا نبني بلدنا العراق يعاني من أزمة شحة مياه وانعكاساتها سلبية على قطاع الزراعة هذا المزارع من قضاء المشخاب المعروف بزراعة أرز العنبر هذه العلامة الماركة المسجلة للعراق حمل الحكومة مسؤولية سوء إدارة الموارد المائية وتخلف الزراعة في البلد ودع الفلاحين لتظافر الجهود ودفع عجلة الزراعة والحفاظ على المنتج المحلي وتفويت الفرصة أمام إيران وأمريكا والصهاينة وكل من يحاول إغراق العراق بالأزمات لنا استمع بالمشخاب أمشى غافة فيضنا غصبا عد خوله وخلي توصل الوزير موارد المائية اللي يقول عدنا أزمة مياه احنا ما عدنا أزمة مياه بالعراق عدنا أزمة سياسيين عدنا أزمة خوانة عدنا أزمة أحزاب فأحنا نتحدى كل الدولة ونتحدى كل الأحزاب اللي جاي منعوننا من الزراعة فأحنا مستمرين بالزراعة ومشغلين مواطرنا على الشطن مشخاب وجاي نزرع وما نخاف من أكبر واحد واللي يجي ويندق بينه ويندق بالعشائر ويندق بالفلاليح كفيتكم العباس اندفنا باللوح اندفنا بالطيل وادعوا كل الفلاليح لا يظلوا ساكتين عم حقكم ويجيك واحد يقسمع طورك يقول لون سجنك لون غير مج أنت داضح هاي اللي تموت عيالك هاي قال أثل عوالي عايشة على القاع وين تروح إذا منعت الناس من الزراعة وين تولي الناس احنا نتحدى الدولة ونتحدى الأحزاب ونتحدى كل واحد فاصل لولا اللي حاكميننا إسرائيل وإيران وأمريكا اللي يمنعون المنتوج الوطني من الزراعة ادعو كل الفلاليح بين هاي العراق يشغلون مواطيرهم كلهم لازم يواصلون ما يلقي عنهم ويزرعون غصبا على الدولة هاي مو دولة هاي دولة الإشار وانا سند لكل واحد الكل مظلوم الكل فلاحي دعونا نشوف التعليقات اللي جاءت على هذا المقطع في تعليق من هاشم محمد يقول كلمة حق بوجه سلطان جائر الله يحفظك يا بطل والنعم منك ومن عشيرتك تعليق عدنا من العراقي سعد يقول كلامك ذهب ونرجو من كل الفلاحين عدم الانصياع للضغوطات التي تمارس عليهم من قبل ذيول الذيول بعدم الزراعة قد نتعليق من عبدالغفار جبر يقول فشل الذريع في التخطيط وإدارة الموارد المائية حيث تجد أن ضفاف الأنهر أصبحت محطات استراحة واستجمام وغيرها أعتقد محصول تمن العنبر يعتبر مصدر دخل قومي لو كان هناك اهتمام سمعت من أقرباء لي في لندن أن سعر كيلو تمن العنبر بثمانية جنيهات استرليني يعني أكثر من 14 ألف دينار عراقي حميد نعمة يقول تعيش يا بطل ازرع بارك الله بالزراعة قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق خلونا نسمع السيد جاسم من الموصل تفضل يا جاسم جاسم من الموصل نعم هيا كله كله هذا تفضل أريد والله دحجي نوصل صوتنا يا أخي أحنا ندمرينها تدري أني ساكن في الكيف نعم قال له السلام عليكم وعليكم السلام جاسم نص صوت التلفزيون واسمعني من الهاتف فقط أستاذ شوف أحنا ساكنين في الكيف المقام ما لتلكيف لا ينطينا سكن لا يخلينا يعني أحنا ساكنين في الكيف قديم لا ينطينا سكن نعم الحشد هنا الحشد ما نعنا نعمر ما يخلونا نعمر أحنا في الكيف يعني بيها شاب لك شغلنا ما ماشي والله العظيم شون المسجونين يعني نفس المسجون نعم الحشد ما يخليكم ما يخليكم تبنون وترجعون لمناطقكم ما يخبر أنا ريد أعمر بيها شينكو خور فوتين ما يخبر ليه شنو السبب عمر شنو السبب جاسم أي والله جاسم شنو السبب ليش مدى يخليكم يتعمرون بيوتكم السبب ليش ما نتخبون تعني ليش ما نتخبتوا جاسم بس 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 سمحلي 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 نص صوت التلفزيون لاندي يصير صد صوت ودا تسمعني متأخر واسمعك متأخر نص نص صوت التلفزيون استاذ جاسم 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 نعم أسمعك أسمعك نص صوت التلفزيون لو سمحت تمام تمام للأخير للأخير لو سمحت نصي يابا نصي فد مرة طيب جاسم أنت يقول لك ما تبني لأن أنت ما انتخبت مشاركة بالانتخابات أسمعك أسمعك يقول شوف ما يخلونا نعمر ألا موافقتهم وموافقة ما ينقلون ليش ما انتخبتوا مرشحين لعد هم ما يقولون هاي عملية ديمقراطية واللي يريد يشارك بكيفه والما يريد بكيفه شوف أكو هو أكو كتاب يقول المواطن العراقي حقلا يعمر بالجنوب وبالشما نعم هم لا يخلونا لا بالجنوب ولا بالشما لسعني بتلكيك ما يخلونا يا عمر بيتي قرفتين واني الفقير دعا أقول لك حالك تعبانا يعني كل شي لو أنت تيجي على بيتنا لو أشوفك المقصعد لك يا يمكن أنت تقول أنت مظلوم والله العظيم مو بتاني بأنما تلكيك أنا أريدك أريدك يا سيد جاسم نحن عدنا عدنا رقم واتساب نستقبل عليه الفيديوهات الصور اللي عندكم أرجو من حضرتك الدزلنا هاي المقاطع اللي أنت تسجلها توثق بيها وضع بيتكم توثق بيها المأساة اللي أنتو عايشيها دزها على الرقم هسا نعرض الرقم بعد شوية خدمة أنت ترى بس أنا أريد أنا أريد أسأل أريد أسأل بالضبط من الجهة أنت قلت لي الحشد الحشد أكو فصيل معين يعني لو هم كلهم على بعض ضابليون ضابليون كاظميون طيب سيد جاسم راح تشتكيت للحكومة راح تشتكيت لجهة حكومية عند القيم مقام أخي أنا كل النواب راح تعليهم ما ينايب يرح عليه ما يستقبل لي ما يستقبلك يقول له ايه وما أكوكوش طبعا شوف سيد جاسم أنا أشكر حضرتك شكرا نعم أنا أريد منك مثل ما قلت لك أنه ترسل لنا على الخدمة أنت ترى الرقم بعد شوية حيطلع كل ما عندك بخصوص وضعك بخصوص وضع الناس اللي وياك جيران أصدقاء أوضاع الناس المعدومة المقاطع اللي توثق حالكم اللي توثق للعالم أنه أنت وبعدكم عايشين بضيم وقهر ومشاكل وذولا يقولون احنا حررناكم وين التحرير وانت تمنعني من البناء وين التحرير وانت تصادر حريتي أنا ما أريد أن تخبكم أنت مجموعة من الفاسدين الفاشلين القتلة ليش أروح أن تخبكم اش قدمتولي يعني أنتوا أنا من أروح أن تخبكم أنتوا ش قدمتولي بنيتولي بيتي عمرتولي منطقتي عمرتولي المحافظة اللي أنا عايش بيها ووفرتولي فرصة عمل أنتخبكم على شنو أنا أشكرك سيد جاسم وبعد شوية حنأرض الرقم قاسم من السماوة تفضل سيد قاسم ما موجود أرضونا شباب بعد ذنكم خدمة أنت ترى للمشاهدين الكرام لكل من لديه مقطع وثق حدث عنده مشكلة مظلمة يريد يعرضها فساد حكومي ميليشيات أجهزة حكومية قمعية تظاهرات أي شيء يتعلق بواقع العراق الخدمة اللي حتشوفوها بعد شوية بالفاصل والأرقام الموجودة هي خدمة نقدم لكم إياها تقدمها قناة الرافدين لكل من لديه مقطع يرسل على هذا الرقم وبإذن الله سيعرض في القريب العاجل فاصل ونعود ترجمة نانسي قنقر اهلا بكم من جديد مشاهدين الكرام أحد الأخوة على الواتساب يقول مساء الخير هل ممكن مشاركة عبر الواتساب تحياتي أرسلت له أيضا على الهواء أو بلغ الجميع بإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر تطبيق الواتساب اللي يريد يرسل رسالة مكتوبة يتفضل واللي يرغب المشاركة بالاتصال للأسف هذه خدمة غير متاحة للاتصالات اللي ما عنده رصيدي خابر نحن نتصل به اللي يحب يشارك فالأرقام موجودة أمامكم وبإمكانكم المشاركة دعونا الآن نكمل مشاهدين الكرام ما لدينا من فقرات تتعلق بالمقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي هذا حقيقة مشهد مؤلم ومصيبة من المصائب اللي عايش بيها المواطن العراقي بشكل عام إن كان داخل العراق وإن كان خارج العراق الفساد الحكومي في العراق لم يسلم منه أي قطاع بعد أن نخر بجميع جميع مؤسسات الدولة وأصبح ظاهرة ترافق المواطن العراقي في حله وترحاله اليوم أمس عرضنا مشكلة الخطوط الجوية العراقية في مطار صبيحة بمدينة اسطنبول ومعاناة المواطن العراقي نحن اليوم نعرض لحضراتكم أيضا مصيبة يواجهها المواطن العراقي خارج العراق وهو تحديدا الحاج العراقي الحجاج في الديار المقدسة رحلوا ودفعوا مبلغا كبيرا في سبيل الحج وطبعا المعروف للجميع أن تكاليف الحج غالية جدا عالية للجميع وليست باستطاعة الجميع حقيقة يقدر ثمن الحج في العراق بحسب العراقيين بأكثر من 6 ملايين دينار عراقي وبالدولار ربما يتجاوز 5 ألاب دولار للحاج الواحد إذا ذهب شخص من أي دولة من العالم مسلم إلى الديار المقدسة في فترة العمرة اللي هي السنة يعني سنة كاملة يدفع مبلغ من 800 إلى 1500 دولار ماكسيمم ويحصل على خدمات ممتازة من فنادق من طعام وغيرها فما بالك بمن يدفع 6 ألاف أو 5 ألاف دولار الفكرة ليست بالمبلغ ولكن الفكرة بكيفية التعامل الجهات المشرفة على الحاج العراقي هيئة الحاج بدل أن تقدم لهم الطعام الذي أولا يتناسب مع المبلغ المدفوع ثانيا يتناسب مع الجهد الذي يبذله الحاج في التعبد في الحركة في السير وما إلى ذلك وبالتالي هو يحتاج إلى طعام ليقتات ويسند نفسه فما الذي قدمه العراق بلد الخيرات لمن دفعوا الدولارات دعونا نشاهد كيف تعاملت هيئة الحج مع الحجاج العراقيين وكيف تم استبدال طعامهم بما هو أدنى لنشاهد حاجة أعجي مية موب محمس جاد ونا نشعر 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 استمعتم إلى الحديث ربما هناك من فاته ما ذكر أثناء هذا المقطع يقول أحد الحجاج أنه مكتوب بالورق بالكشف مكتوب دجاج الطعام ضمن الطعام دجاج فأين الدجاج في هذه الوجبة؟ ويبلغهم القائم على الموضوع بأن عشاكم سيكون موزة قطعة موز فاكهة لكل حاجة تم استبدال الطعام بطريقة تبين أن هناك سريقة وفساد كما سورق العراق يسرق أيضا طعام الحجاج بهذه الطريقة وللتأكيد الجهات المشرفة على الحجاج جهات عراقية ليست للمملكة العربية السعودية دور ودخل في قضية الدول التي تأتي بحجيجها والهيئات المشرفة كل حملة دار وكل دولة هي ترعى حجاجها وتهتم بهم وفق ما دفعوا وأين سيسكنون وماذا سيأكلون هي بلد يفتح بابه لاستقبال الحجاج نبدأ باستعراض بعض التعليقات بشأن هذا الموضوع وهاب يقول أو وهاب يقول وجبة العشاء ماكو أنا رحت للحج سنة 2017 حتى دواء قليل يعني هذه هي مون مرة الأولى نشوف تعليق من هبة الله تقول يأخذون ستة مليون ونصف من الحاج وهذا أكلهم وين تروحون من الله أمجد منذر يقول حتى هناك رحت وتبوقون لعنة الله عليكم تأخذون من النفر ست ملايين ما أعرف أكثر حش نعمة الله أكل براسة خير ما جايب حسبي الله ونعم الوكيل عليكم أدنا تعليق من سمير قال مجول الجبوري أو مجول الجبوري عذرا للنطق الخطأ إذا كان هناك يقول يعني بالحج وبيت الله الحرام وتبوقون أنتم شنوا من بشر من ياطينا مخلوقين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم خلينا نشوف ونسمع سيد زكريا من ألمانيا تفضل يا زكريا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله حبيب الغالي تحياتي لكم جميعا تحييرا 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 للشاب العراق من الزاق والبحر الله يسلمك أنا كردي حبيب تسلم لي أخوي الغالي أنا كردي بس ما أريد أنت يسمي المدينة نعم يا أخي هذا تاريخ العراق من أول ولا هذا اليوم من قبل كنا نقول والله عراق كان صدام السن هو خربه يا أخي هذا صدام السن ماكم من ثالث سنين صدام السن ماكم كم حكم إجا للحكم جلس على الكرسي وراء فترة شبع جيبه وغاح الله الله يغاح لأمريكا أخذه بيت نعم بس ما علينا من السياسة بسم السياسي علينا حال العراق حاليا لي موقع العراق من بغداد وبصرة وزاخو وربيل وكسلمانية سؤال سؤال يعني هذا يمكن أكثر العراقيين ما يعرفون هذا الشي نعم لهاليوم الكردي يحكي يقول حلبجة أي حلبجة صدام السن دغل حلبجة مين هو ضرب الحلبجة؟ إيران هو اللي ضربه مين جاب الجيش خلاب الحلبجة؟ دمعك الطالباني طيب سيد زكريا سيد زكريا اسمح لي اسمح لي يعني أولا هذا ليس بموضوع يعني مو موضوع الحلقة لهذا اليوم ولا يرتبط بأي موضوع طرحنا أنا أريد من حضرتك إذا كان عندك رغبة بالمشاركة بلي دين عرضه اليوم لأنه تعرف حضرتك موضوع حلبجة وهذه القضايا تاريخية صارت قبل 2003 ونقطة انتهت إحنا اليوم دين نتكلم في 2003 وما بعدها الاحتلال واللي جوي وراء الاحتلال وعدوا العراقيين بحياة مزدهرة وعدوا العراقيين برخاء أن نعوضكم على اللي عشتوا من حرمان بالدكتاتورية أن نطيكم الحرية والديمقراطية والعدالة ما رح تلقون القمع وتكميم الأفواه هذه كانت الوعود التي أعطيت للعراقيين قبل الاحتلال لكن بعد الاحتلال شنو اللي تحقق منها أنت اليوم بعد 19 سنة تعيش في العراق أو خارج العراق شنو اللي مست من هذه الوعود العود يا أخي خلنقوله العود الغرب العراقيين أحنا ما نحتاجين للعود غيرنا إذا أحنا تمسك واحد يمسك إيده الثاني أخي يمسك أخوه جاري مفجاره أحنا ما نحتاجين للعونات الغيرهم أحنا اللي بينا الحمد لله وشكو الله سبحانه وتعالى أنت نعمتن العراق أنت تجرى والفغاب أنت نعمتن نفسك وتاني شي شعب العراقي شعب العراقي غيوق بكل قوميات و بكل لغاته و بكل اديانه شعب بالعالم هو أول شعب أول شعب هو بالعالم السبب اللي هو بينا أخي السبب هو الموجود في داخلنا أحنا مثلا هلا أي واحد من عندنا مصر بجيبه كان فلس ينسى غيره هسا قبل شوية كنت تحدي الحج نعم الله سبحانه وتعالى ما يقول روح الحج إذا جارك جعان الله سبحانه وتعالى ما يقول روح سوي حج إذا جيرانك ما عنده أكل ينام بالليل ينام هو جعان بدلا ما رحصت هذا المصاريف الحج ست ملايين ونص ليش ما رحصت شبع لكم عائلة بالعراق يعني أنت تمام كلامك سليم من ناحية التكافل الاجتماعي لكن أنا أريد أسأل بس اسمح لي أنا أريد أسأل سؤال هذا الكلام قد يكون موجود في بلدان تعاني من أزمات اقتصادية وفقر بلدان فقيرة ما عندها موارد أنه هي تعين نفسها حكومة تتحاول لكن ما تقدر فيطلب من الأثرياء اللي موجودين بالمجتمع الأغنية أنه ينظرون إلى أخوانهم الفقراء وجيرانهم لكن نحن اليوم نتكلم عن بلد مثل العراق مليارات دخلت إلى الدولة مئات المليارات دخلت إلى خزائن العراق إمكانيات عملاقة ثروات طبيعية لا عد لها ولا حصو ولا إحصاء طيب كلام قوي السؤال أنه ليش تتعاتب ليش تعاتب المواطن أنه أنت ليش متبوع على أخوك هو يتحمل جزء بسيط أنه يجب أن يكون هناك تكافل مجتمعي وهو موجود فعلا بالعراق لكن ما هو دور الحكومة ما هو دور الراعي الراعي المسؤول عن هذا البلد شنو دوره واللي هو عند الإمكانيات عند المليارات والقرارات والسلطة شنو دوره إحنا ليش نعتب على المواطن ومن وجه السهام إلى اللي يتحملون المسؤولية الحقيقية اللي يديرون هذا البلد كلامك حلو جميل جدا وسبب أكو أسباب أثنين أساسيتين من الحكوم ومن الشعب أول شي الشعب من يختار له شخص بيجب الحكم أحنا قبل شوية ساعة قلنا أكو بالملايين بالملايين الدولارة شغل يتخل العراق بس هذا الملايين يروح يروح للمن يروح لتخل خزانة الدولة ما يتخل خزانة الدولة كلنا من هذا الجيب يقول لذاك الجيب بس من خزانة الدولة باليوم باليوم بالملايين بالملايين يروح يروح بالدولارة يصرف من 2003 كل شهر جمعين مليون دولار لذلك كان شعب العراقي منزا كله عنده كهرباء 24 ساعة في ألمانيا في ألمانيا موجود فينغراتو يعني هذا المروحي يشتغل بالهوى من في كهرباء كل واحد حقه 150 ألف دولار سيعفون يورو إلى 200 ألف يورو 10 أو 15 واحد يكفي محاطرة الضغداد بأجمعه 24 ساعة كاربا هذا واحد اثنين الحكومة العراقية احنا ما نقول حكومة العراقية ضد الشعب لا بس ما يخلوه ما يخلوه يصرف متل ما هو بده متل ما الشعب بده بس قبل شوية شوف واحد من ظهرات في السيارة راح تخل بيناتهم طلعواه بره إذن من هذا هو إذا أنت ضد الشعب وليش قاعد بالترلمان لو شوف الفلمان الموجودين في فلمان والله العظيمان متأكد 99 من عندهم مع الاحترامات مع الاحترامات الناس اللي يسمعون والشاهدين مع الاحترامات 99% زبالة نقوم بالزبالة جيب واحد واحد من قرية خلوه بالحكم يخكم العراق نزاخه للبحر أحسن حكم ليش اللي قاعد بالحكم في أمريكا أو في ألمانيا أو في غيرها شون عنده أكتر منه مثل ما في البداية الكلام قالت العراق العراق أول دولة عنده خمسة آلاف علماء خباراتهم العراق تحمل خمسة طاعة سنة من حصار ما وقمان كيف تظهروا نعم سيد زكريا أنا أشكر حضرتك شكرا جزيلا أسئلة مشروعة لمواطن عراقي ليطرحها أنتو شنو اللي يعدكم نقص عن الدول اللي تقدمت وبنت نفسها وتطورت شنو النقص اللي يعدكم وهي لما نقارن الوضع بالعراق أو لما نقارن إمكانيات العراق مع إمكانيات الدول المحيطة ليش نلقى في دول فقيرة عربية شقيقة لكن إمكانياتها أقل من إمكانيات العراق نلقى عندهم كهرباء موجودة أغلب اليوم أغلب ساعات اليوم أكو كهرباء ليش نلقى عندهم ماء صالح للشرب ليش نلقى عندهم شوارع مبلطة إحنا ما رح نتكلم عن الدول المتطورة الدول المتقدمة لا خلونا على مستوى دول العالم الثالث كثير من دول العالم الثالث فيها الخدمات الأساسية هذا الموضوع أصبح بالنسبة لهم يعني تحصيل حاصل من الدولة الموضوع صار عادي جدا أنه تكون عندك شارع مبلط يكون عندك كهرباء ماء مستشفى عادي هم يبحثون بعض الدول تبحث عن التطور التقدم يذهب إلى الصناعات العسكرية يذهب إلى تطوير التعليم يذهب إلى تطوير المختبرات وغيرها المراكز العلمية حتى يبدوون بتحسين وضعهم والنهضة بالبلد أنتو شنو اختلافكم عن البلدان اللي عدها فلوس وشنو اختلافكم عن البلدان اللي اللي عدها كفاءات علمية العراق واللاد العراق بإمكانيات مادية وبشرية شنو اليمنع شنو اليمنع هذا السؤال اللي يطرح دعونا نكمل مشاهدين في الفقرات التي لدينا ضمن هذه الحلقة طبعا هذه الرسالة وردتنا عبر موقع فيسبوك دعونا نقرأها لحضراتكم إلى قناة الرافدين المحترمة البطلة أنتم صوت المظلوم تم الاعتداء على حملة الشهادات شهادات كلية الطب والصيدلة والأسنان والتمريض وقمع مظاهرات خريجي المجموعة الطبية والصحية من قبل قوات مكافحة الشغب والاعتداء بالضرب عليهم وإصابة عدد منهم بجروح فضلا عن حالات الإغماء راجينا منكم تسليط الضوء على مظلوميتنا يوم أمس عرضنا الموضوع موضوع الاعتداءات التي حدثت على خريجي المجموعة الصحية والطبية وتواصلنا مع أحد المشاركين في التظاهرات وتحدث عن ما جرى وتحدث عن مطالبهم ونحن مستمرون ومشاهدين بالتحدث وطرح هذه المواضيع المرتبطة بمعاناة المواطن العراقي أي أن كان متظاهر أم غير متظاهر عرضنا يوم أمس وبإذن الله مستمرون في عرض هذه الشكاوى أدنى الفقرة الثانية أيضا المشاهدين فقرة أنت ترى خدمة أنت ترى كما قلنا لحضراتكم وشاهدتم الرقم ونذكر بها مرة أخرى هي تقدمها قناة الرافدين الفضائية لحضراتكم رقم موجود أو مجموعة أرقام بإمكانكم أن ترسلوا لنا ما لديكم من مقاطع مشاكل مظلومية توثيق حدث ومثل الأخ اللي بالمقطع ستشوفه بعد شوية أرسل هذا المقطع لنا عبر خدمة أنت ترى هذا مواطن من ناحية السدة بمحافظة بابل اشترى قطعة أرض من أحد المواطنين الساكنين في المنطقة عام 2006 الشخص اللي باع الأرض لهذا الشخص لهذا الرجل لديه علاقات وارتباطات بمتنفذين بعد عدة خلافات بينهم وصل الأمر بنهاية المطاف إلى إبلاغ المواطن الظاهر أمامكم بالمقطع بأنه لا يمتلك السند القانوني للمنزل فضلا على الاعتداء عليه وطرده من محل إقامته حاول المواطن إرسال أهله للمنزل لكن تم الاعتداء عليهم أيضا وطردوا كذلك لنستمع الآن لشهادته التي تبين مزيجا من الفوضى القانونية والأمنية في العراق بعد عام 2003 لنستمع اشتريت قطعة وبنيت بها مشاكل من 2006 لحد يومك هذا اتهجرت قبل شهرين والسبب طبعا عركم الجهال وشوية اتطور اتطور الانصار وصلونا لمرحلة انه يقول لك انت ما عندك بيت ما بيشتري من عندي وللعلم انا عندي هاي مكاتبة ببصمته وبصمة البائع وبصمة أولادها هاي المكاتبة تشاهد عندي زين وتالية بالنتيجة هم يقيمون علي لدعاوي ويوم يوم انا قاعد في الحلة يوم قاعد بطويريج يوم بشيد بدر اللوين يومية بمكان ويومية الشرطة تركض وراي انا اناشد السيد رئيس الوزراء واناشد السيد فايغ زيدان واناشد السيد وزير الداخلية المحترمين ان يشوفوا لحل القضيتي انا عندي 16 نفر الى متى اضل هالشكل غني الى متى اضل سنة يتهمني بسرقة يتهم ابني 13 سنة عمره بسرقة اجي 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 شنة قاعد بجبلة اجي من جبلة اجي للسد مسافة 80 او 80 70 كيلومتر اجي ابو اقلماتور ب15 قليل دينار والقضاء شكي علي انا مهجر من بيتي صار اعتداء على زوجتي غراض بيتي كله تفرهدته باقت وللعلم هو هالثقاف البيت بزناجيل زيناني وانا روحاني الان مشاهدين نستمع الى السيد كامل من بغداد تفضل يا كامل السيد كامل من بغداد موجود كامل من بغداد ما موجود يبدو احد المشاركين الاخ زكري لا الاخ علي من الموصل اعتقد علي من الموصل تحدث عن مليشيا كانت تمنعهم من العودة الى مناطقهم او جاسم يمكن من الموصل تمنعهم من العودة الى مناطقهم ومن اعادة بناء مناطقهم وذكر اسم المليشيا حقيقة انا اسمعت غلط هي المليشيا بابليون التابعة لما يسمى بالحجد الشعبي هذه المليشيا مجموعة من المليشيا طبعا تسيطر على سهل نينة وبابليون وتسيطر على مدينة الموصل يعني جزء هي على مدينة الموصل هناك ليس فقط عملية منع الناس من إعادة عمار مناطقهم هناك قمع هناك مكاتب مكاتب اقتصادية يعني فرض النفس أو فرض الجهات الحاملة للسلاح نفسها على من يريد البناء من لديه أموال من لديه مشروع تشارك بهذه الأمور بالقوة يعني عملية سيطرة غير قانونية ضمن ما يعرف بهذه الفوضى الأمنية التي يعيشها العراق وكل هؤلاء وفق القانون الذي شرعه البرلمان أو القرار لأقر البرلمان بضمهم ضمن الجهات الرسمية وأصبحوا تابعين للقائد العام للقوات المسلحة يعني هذا فعل دولة هذا بالنهاية فعل دولة هم يقولون نحن تابعين للدولة وتابعين للقائد العام للقوات المسلحة إذن الدولة تتحمل مسؤولية منع هذا الشخص وغيره من العودة إلى مناطقهم من إعادة إعمار مناطقهم منعهم من العيش حياة بعيدة عن المشاكل حياة هادئة الحكومة تتحمل مسؤوليتها طالما بأن هؤلاء يتبعون لها إذن هي تتحمل مسؤولية ما يحدث من انتهاكات وجرائم ترتكبها هذه الميليشيات أدنا الرسالة من أحد المشاركين أهو أبو يوسف من دانيمارك حقيقة أرسل لنا الرسالة على الواتساب يقول تحية أستاذ محمد هناك أفكار ومشاريع ممكن أن تقام بالعراق لدعم الثروة المائية والأنهار يمكن أن تغني العراق عن الاعتماد على الأنهار القادمة من إيران وكذلك قلة المياه القادمة من تركيا وإحياء الزراعة والقضاء على التصحر ونسبة الملوحة العالية كنا نتأمل أن تكون هناك حكومة وطنية تقدر أن نقدر أن نشتغل معها يتحدث عن نفسه نقدر أن نشتغل معها لإصلاح الوضع الزراعي بس مع الأسف الحكومة هي من تحارب الفلاح العراقي تحياتي أبي يوسف من الدانيمارك أحد المشاركين يقول شكرا جزيلا على قناتكم الجميلة والشكر لجميع طاقم قناة الرافدين فردا فردا وأشكر كل من فكر يوصل بث مباشر إلى العالم دمتم للتقدم بعون الله تعالى إن شاء الله مني لكم تحية والسلام ومنزيد من الاحترام شكرا أيضا جزيلا للأخ المرسل طبعا موضوع المياه مشاهدين الكرام اللي تفضل به أبي يوسف من الدانيمارك بالفعل هناك حلول كثيرة ولو كانت هناك إرادة سياسية حقيقية وشخصية لهذه الدولة التي ضاعت بعد عام 2003 لتحركت الجهات الحكومية ودولت القضية واستطاعت أن تحصل على الحقوق اليوم لما ننظر إلى ونقارن طبعا ونشوف بأن دولة مثل مصر أزمة سد النهضة مع أثيوبيا وأزمة المياه موضوع خط أحمر لأنه يمس حياة الناس بالنهاية بغض النظر بغض النظر عن طبيعة الحاكم لكن في النهاية هناك ملفات لا يمكن التهاون بها لأنها ملفات تدمر البلد الموضوع ما راح يمس حياة البشر فقط يمس الأرض يمس الحيوانات يمس كل ما يمكن أن يعتمد على المياه بالعراق لا الموضوع ما بيوع بيعا يعني بالجملة إلى الدول المحيطة الموضوع تنازل عن حقوق العراق سكوت عن ما تفعله إيران من قطع مجار الأنهر وتحويلها يعني وزير الموارد المائية تحدث وقال بأنه إيران تقطع إمدادات المياه بشكل تام عن العراق وتقوم بتحويل مجار الأنهر داخل الأراضي الإيرانية وسندول القضية هذا الموضوع من عام 2021 شهر السابع إلى اليوم لم تدول قضية المياه مع إيران لم يتحرك الجانب العراقي بشكل رسمي تجاه إيران والشكوى في مجتمع الدولي ولدى مجلس الأمن على ما تفعله إيران من انتهاك الاتفاقيات الدولية وقطع نسبة تقدر بـ 18% من حصة العراق المائية عن العراق 18% أدت إلى تصحر مناطق كبيرة في محافظة ديالة وغير ديالة جنوب العراق تأثرت مناطق بسبب قطع المياه وإطلاق الألسنة الملحية التي رفعت من نسبة الملوحة ودمرت الثروة أو دمرت الحياة الموجودة في تلك المناطق تركيا في المقابل هناك اتفاقيات وبحسب وزير الموارد المائية فإنه يثمن الدور التركي بالتعاون مع الجانب العراقي والتفاهم والجلوس على طاولة حوار عندما يستوجب الموضوع لكن إيران تمتنى عن الحضور تتهرب من اللقاءات التي يدعوها العراق إليها أحيانا وأيضا تمعن بالانتهاكات قطع مياه بشكل تام هو خرق للاتفاقيات الدولية وقطع لحصة العراق المائية وبالتالي يستوجب الموضوع تحرك دولي يعني دول تحارب على قطرات المياه لليوم العالم يدخل في أزمات الجفاف ومع هذا من يحكمون العراق لا يكترثون إلى هذا الوضع أصلوا إياكم الآن المشاهدين الكرام إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة نلقاكم بإذن الله إلى اللقاء